السلام عليكم طبعاً نموذج اليوم نموذج مختلف نموذج زكاء اصطناعي من شركة صينية هذا النموذج اسمه QWQ طبعاً هذا النموذج مفتوح المصدر نموذج زكاء اصطناعي أسطوري ولو نطلع هنا على البنشمارك تابعونه فرح نلاحب انه متفوق على جميع النماذج في بعض النماذج طلع معها راس براس مثل ديب سيك R1 671 بليون باراميتر فمتخيلين انتو قدشه قوي وتغلب على Open AIO 1 mini تمام وتغلب على R1 ديستيل داما و QWQ 32 بليون فهذا النموذج مع صغر حجمه ولكنه تفوق على نماذج حجمها يعني أضخم منها ما شوفت يعني تخيل انت هذا حجمه فقط 20 جيجا إذا بتلاحظ هنا 20 جيجا فقط والباراميتر استبعونه أو الكمية المتدرب عليها هي 32 بليون باراميتر طبعا النموذج يعني ممكن تشغله على جهازك المحلي كونه نازل على موقع الأولاما إذا بتروح الأولاما وبعدين بتروح على المودلز راح تلاقي أول واحد هنا لأنه هو آخر الشيء الآن وكثير صار فممكن تكبس عليه هون وممكن تأخذ هذا الكوماند الأمر تفتح على التيرمينال عندك وتضيفه هون تعمله بيست وتعمل انتر وهيك ببالي ينزل عندك النموذج طبعا هذا نموذج 20 جيجا فيفضل إذا كان عندك كرت شاشة بحجم 16 جيجا أو أعلى ويكون عندك 32 جيجا أو أعلى ممكن تشغله محليا من غير أي مشاكل طبعا شو ميز انك تشغله محليا راح نحكي عن التفاصيل طبعا أنا جهزت لكم مبدئيا حتى يكون فيها تفاصيل باللغة العربية لأنه أغلب المواقع لا تشرح باللغة العربية فزي ما نموذج نموذج QWQ هو جزء سأعمل زوم مسلسل سيسموها series يعني من شركة QWN قبل قناتي ما شاهد الفيديو يمكن يراجع ويشوفه هو نموذج طلع بعد DeepSeek على طول مباشرة وهو نموذج جدا قوي والآن كل الناس تسلط الضوء عليه وهو مصمم لتحسين قدرات التفكير والتركيب QWN العادي لم يكن فيه reasoning ولكن هذا اضاف فيه امكانية التفكير والترتيب وخصائص لحل المشكلات الصعبة طبعا هنا تفاصيل النموذج هو 32 بليون يحتوي على 32 مليار معلمة معلمة يعني براميتر في المصطلح البرمجي ويعتبر منافسا لنموذج متقدم مثل DeepSeek R1 وال O1 Mini زي ما شرحنا وهنا طبعا لدينا شوط تطبيقات وستخدماته ويستخدم الرياضيات والبرمج لحل مشاكل معقدة وتقديم حلول مفصلة طبعا سنستخدم ونشوف كيف ممكانيات طبعا سنزل عندي محلية لان جهازي ما يشغل حاليا ولكن ان شاء الله فيني اجيب مواصفات جهاز عالية كرتش 24 جيجا ورامات ارفاعهم حتى اقدر اعملكم لهذه النماذج امكانية تشغيل على منصة الأولامة من هنا ويستطيع تشغل على جهازك ويعطيك لأنه مفتوح مصدر ويوفر لك اداء محسن وخصية عالية فكمان نروح على المقارنة مع النماذج الاخرى يظهر اداء تنافسه فيه اختبارات الذكاء الاصطناعي التحديات للقيوم يتقد يواجه النموذج بعد تحديات مثل اختلاط اللغات حلقات تفكير متكررة يستدعي تحسينات اضافية هو لأنه نموذج حجمه كثير صغير يعني انتم تخيلين نموذج كثير حجم صغير مقارنة بنماذج اللي حكين عنها يعني نموذج ديب سيك يا جماعة لو نروح على موقع الأولامة ونشوف نموذج ديب سيك طبعا نموذج سوف نستخدمه حجمه فقط 20 جيجة هناك مشكلة لما تكتب بلغات مختلفة هو مدرب أكثر بالإنجليز وبالصيني إذا حطت لغات ثانية مرات سيكون في مشاكل فيه مرات يعطي إجابات غريبة شوي وهذا الاشي طبيعي جدا ومنطقي وأغلب الاستخدامات للماذج الذكاء الصناعي صراحة بتركز على اللغة الإنجليزية أنا أفضل أنت اليوم إذا داخل في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل أن يكون عندك لغة إنجليزية تحسن من لغتك إنجليزية وتطور فيها لأنه لاحظت في كثير ناس عندهم مشكل في هذا الاشي الآن نرجع ونكمل المستقبل والتطورات منه توقع أنه يمكن استخدامه في تطبيق ذكاء مثل التحليل الذكي والدعم الفني هذا الاشي حاليا بصير أصلا وبالنهاية هو يمثل خطوة مهمة في تطبيق ذكاء السنة مما يجعل أداء قوي في حل بشكل الصعب الآن يجود دور الاختبار رح نجربه ونشوف ما بعد فاللي وصل لهاي لحظة أنك أنت تحضر وعم تسمع وتستفيد رح يكون في الفايدة الأكبر لما نجرب النموذج وإذا وصلت هنا وانت شايف قناة عم بتفيد بس تكرم علينا بالسبب وعملنا لايك وشير هالفيديو وإذا عندك هذه ملاحظات ترك تعليق وخلينا نعمل خطوات تجربة لهذا النموذج ونشوف كيف يطور لنا برنامج ونشوف كمان إمكانيات بالتفكير طبعا الآن يا جماعة عشان نجرب الـ Quint من غير ما يكون عنه يعني من غير ما نزله على الجهاز لأنه هناك ناس عندهم مشكلة في مواصفات جهازهم فممكن نضع اسم النموذج ونكتب جنبيها free تمام والآن ستصل عليه مجانا من موقع Open Router والذي شرحت لكم قبل هك انك تقدر تأخذ API أو API مجاني من Open Router وتستخدم كثير من نماذج ذكال الصناعي مجانب فالآن سنأخذ هذا النموذج وقبل ما نأخذه لازم نروح على الـ account ونروح على WinCarrate API Key سنسميه QWQ لكي أتذكر أنه ما أخذته يمكن نقوم Copy ونروح على Visual Studio Code والذي لم يحضر فيديوهاتي انا كنت اشترحت عن extension تابع Visual Studio Code اسمه Client هو Agent أو عميل يتواصل مع نماذج الذكاء الصناعي ويبني لك المشروع ويكتب الكود على جهازك فالآن سنروح على Open Router من هنا نختاره كيف وصلت له لو نروح على Client وقمس على Client وإستنشن إذا لم تكن منزله ممكن تذهب وتكتب Client تعمل Search عليه وتضيف وإستخده أنا نازل عندي منروح على Client ونروح على الإعدادات من هنا وOpen Router بعدين نحط API Key اللي الآن عملنا ونسخناه وبعدين تختار من هنا اسم النموذج فإحنا رح نروح على النماذج ونأخذ النموذج المجاني من ونحط اسمه هون وهي يطلع معاي فالآن رح نعمل Done والآن نبلش نعطي الأوامر حضرت فكرة مشروع الآن نسخ ونجرب نضع طبعا فكرة المشروع يعمل قمت ويب ام ويشتغل على المتصفح وبينربط مع OpenAI API وبعدين يعمل مجموعة اسئلة عشوائية كل ما تدخل سيكون في اسئلة التكاري الصناعي هو يسوي لك اياها او يختلق لك اياها في نفس اللحظة يعني هاي الاسئلة أنا ما او الاختبار هذا جاي من الذكاء الاصطناعي مولد بنفس اللحظة غايق فكرة الآن طلعت معاي فكرة كثير حلوة فحختبر امكانيات هذا النموذج ونشوف هل ممكن يقدر يبني لي هكي او لا خلينا نشوف مع بعض والآن أنا المفروض انه يبلش يعطيني جواب فحاسو طول الآن جايبين thinking شغال طبعا decline جديد اضاف امكانية مع نماذج التي تفكير الآن يفكر للمشروع ثم سيبدأ الاجوب يتفاعل مع decline ويبني المشروع التي طويلة لا نريد نشوف سيقوم بحكين انه بدي يعمل run سيعمل nbx create سيعمل مشروع باستخدام nbx هل 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 احضر اوكي نعطي المشروع بالnext.js يبني ونشوف النتيجة طبعا يا جماعة اشان اكون صريح معاكم انا صلي 10 دقائق بس بستنى في يوم كل هذا عبارة عن تفق الان بستكبس على thinking شوف كديش قاعد عم بفكر وحاسوا انه هو دخل في لوب طويلة او حاسوا بفكر في كل المشروع كمان ببلش يكتب الكود حتى هون شوي يزودني في بعض الاكواد ولكن انا حاسل thinking يعني عم بيستغرق وقت طويل من تنفيذ المشروع يعني ممكن يكون ايش ايجابي ممكن يكون ايش سلبي انه ممكن يكون ايجابي اذا كان بياخذ وقت لما يفكر عم بيعطي بالاخر نتيجة ممكن يكون جيدة ولكن هون الاشياء اللي هم يكتب ها بس مش قادر افهم اذا هو عم بيعلق في نفس المكان او لا شايفين يعني صراحة ان كثير طور انا كنت لسه موقف الفيديو كمان فهاي المشكلة ممكن تواجهكم تمام نابعرف شو السبب انه هيك عم بصير هاي عادها شايفين نيكست بوبليك انا شفتها شفتها هاي الكلمة فوق صارف هيا نيكست بوبليك او اي فهو دخل الان في لو فاذا صار معكم هذا الخلل اعرف انه هو يعني نجن ومعلق في لو التفكير فبس حبيت اوضحكم هاي النقطة للاسف شكله من فكرة المشروع كبيرة ومش قادر راح عامل وانجرب باختبار ثاني ممكن نحكي له بدنا نعمل مشروع مع انه واسف صار عامل لي ملفات النوت جي اس للمشروع خليني بس اروح على الفولدر ونمسح هذا مشروع واسف فشل معي فهذه التجربة جدا مهم اني اوضح لكم اياها انه اوكي انا منوذج ذكي وعم بيجاوب وعم بيفكر لكن يستغرق وقت طويل فانا حبيت اوضح لكم هاي نقطة بلاش ما يكون في ناس هتفكر انه هيكون ناجح معاهم بكلين ما بعرش السبب ما اقول اني انا ما اخذ النسخة الفري النسخة الفري يعني ممكن هون في مشاكل بالليتنسي او بالجودة تبعت البروفايدر في ناس بيحكو انه المدفوع افضل لكن الان ما رح اوقف رح نكمل اختبار حتى يكون اختبار يعني ممكن هاج احكيلو create to do using html css يعني هذا مشروع بسيط فالمفروض انه يقدر ينافذ صراحة خلينا نشوف امكانيات والان هاي عم بيعمل thinking شوف التفكير جدا اوكي the user want me to create a simple to do app list using html css javascript let's start by breaking down the steps يعني خلينا بلش اول شبه تقسيم الخطوات وهو بيحكي لك انه create the basic structure والاخير هان بشرح لقاعد في thinking رح اوقف الفيديو هل رح يقدر يبني هذا مشروع البسيط بالنسبة اي انا شايف انه من ابسط مشاريع ممكن تختبر فيها رموذج زكا اصطناعي اوكي يا جماعة الان خلص المشروع صراحة ما طول كثير يعني بعد ما خلص thinking شايفين thinking يعني اذا انت شفته عمد فكرة معلش اعطيه فرصة ممكن يكمل المشروع وبعد اي طول انشأ المشروع هاي html javascript css ملف واحد والان لو نروح على المتصفح ونفحص المشروع نشوفه هذا هو to do list ولو نحط هون drink water رح نعمل add ضاف لي اياها وفي هون كبسة انه اذا كبستها يعني كأنه بتعلمها انها انتهت التاس وتقدر تعملها delete ممكن نضيف اكثر واحدة خلينا نختبر امكانياته play مثلا صار عنا اكثر واحدة طبعا في مشكلة بالتنصيق ممكن تسأله ويرجع عبدالك اياها فما بدنا نتسرع الحكم فيه انا بتمنى انكم تجربوا وتأخذوا راحتكم لان فيديو انا تضيق عندي جربوا بمشاريع اكبر من to do list وخلينا نشوف شو امكانياته انا شايف انه كثير ذكي وعنده امكانيات لالاجوبة خطيئة جدا وطبعا اخر مكان تقدر تختبرو فيه الموقع الكون اذا تروح على الموقع وهذا وتسجل دخول باستخدام gmail وبعدين ممكن تختبر في الشات مباشرة على المتصفح من غير ما تستخدم api فممكن نيجي هون وعند النماذج هذول كليات هم ممكن تقدر تختار هذا الكون 32 billion وهنا موضيج تفكير طبعا هون في عندك الموضيج تختبر امكانياته كيف يمكن مشكلة كبيرة اذا كنت صغيرا يعني سؤال غبي شوية يعني مخليع فهنا نشوف امكانياته تفكير طبعا حلو انه الواجه بالعربي يعني الواجه يسأل كيف يحل مشكلة كبيرة وبدأ يجاوبني بالعربي اول افهم المشكلة جيدا ابحث عن حلول وطبعا استعم بدعم الاخرين ابدأ بفعل حتى لو كانت خطواتك صغيرة مثل جمع القمامة في حيك فهي خطوة مهمة زي ما انا بعمل الان عم بنزل فيديوها وهذه خطوة مهمة فصراحة يعني ممكن تستهين انت بالسؤال اللي مقدمه لكن الجواب اعظم من السؤال وبس كون وصلنا هون لنهاية الفيديو واتمنى يكون عجبكم والسلام عليكم